الحديث أكثر عن تداعيات نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي مجاهد أطائي أهلنا بك سيد مجاهد يعني تحالف الفتح يقول أن تطابق نتائج الطعون يزيد الشكوك بشأن تزوير الانتخابات السؤال هنا كيف تقرأ هذا التصريح في ظل التهديدات التي أطلقها ويطلقها زعماء الميليشيات بشأن النتائج تفضل نعم تحية لكم ولمشاهديكم أهلا بك طبعا رفض النتائج ورفض نتائج الطعون هو يعني جزء من عدم الاعتراف بالفشل وهو جزء من المكابرة التي يكابرون بها يعني الأطراف الخاسرة نعم يعني هذه جميعا جزء من يعني كنوع من الضغوط يعني عدم الاعتراف بهذه النتائج ودعاوي التزوير كنوع من الضغوط على الأطراف الأخرى للقبول بهم وبشروطهم ومطالبهم بعيدا عن الاستحقاق الانتخابي سيد برجاهد بعمل لاحقا بالمطلق حتى لو قدمت عشرات الطعون لكن يعني ستغير ربما بشكل صفيف كما حصل وهو يعني جزء أيضا من ضغوط مستمرة يعني سواء بالتهديد بحصول أمر ما لا يحمد عقباه أو تحذير ما هو أخطر أو منح مهلة المفوضية لعادة النظر أو توظيف والتخادم مع الإرهاب والضائفية كما حصل في ديالة أو الضغط باتجاه التظاهرات جميع هذه الوسائل هي ضغوط من أجل قبول شروطهم وضماناتهم في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بهذه التهديدات يعني برأيك إلى أي مدى يمكن أن تفضي إلى مفاوضات خلف الكواليس مع الكتل الأخرى من أجل تقاسم المناصب كما تقول وكالة أسيوشيتي دي بريس طبعا اللغة المعمول بها منذ عام 2005 وإلى الآن هي لغة الأرقام يعني عندما يكون هناك عدد من المقاعد يكون هناك ثقل على طاولة المفاوضات وبالتالي هذا ينعكس على الحصول على المناصب والمكاسب ولأنهم خسروا في الانتخابات فثقلهم سيكون ثقل ضعيف لذلك هم يلجأون إلى أدوات غير أدوات الديمقراطية لممارس العديد من الضغوط من أجل فرض شروطهم وتأثيرهم على الأطراف الأخرى من أجل قبولهم حتى لو لم يكن هناك رصيد انتخابي وبالتالي الأمور ستذهب باتجاه التوافقات مرة أخرى وتقاسم المناصب أو منح ضمانات على الأقل لهذه الأطراف التي تشعر بالقلق من نتائج الانتخابات ومعكاساتها على وضع الميليشيات سيد مجاهد نعم سيد مجاهد إلى أي مدى ترى بأن العراق أمام عودة جديدة للمحاصصة الطائفية التي رسختها العملية السياسية بعد 2003؟ يعني من قال أننا تجاوزنا المحاصصة أتاسا؟ يعني نحن مع ما بعد مرحلة تشرين هناك حديث عن تحقيق ديمقراطية الأغلبية بعيدا عن التوافقية والمحاصصة لكن المحاصصة يعني يحترموها هذه الكتل ويقدسوها أكثر من الدستور لأن المحاصصة تعني في العراق استمرار هذه الأحزاب في عملها لأن الأحزاب ليست عملها عمل حجب كما هو موجود في الديمقراطيات الغربية وإنما الحصول على المكاسب والمناصب من أجل الاستمرار والاستثمار في مناصب الشأن العام لذلك أنا لا أعتقد أن هناك تجاوز على المحاصصة حتى لو كان هناك تيار صدري ضاغف بهذا الاتجاه حتى ولو شكليا لا يمكن تجاوز المحاصصة لأن الجميع يعتقد أن المحاصصة هي المغذي الأساسي لجميع هذه الأحزاب إلى سؤال جديد سيد مجاهد يعني وماذا لو لم تقبل الميليشيات وذراعها السياسي التحالف الفتح بالحصص التي سيفرضها التيار الصدر الأكثر جمعا المقاعد كما تعلم وهل احتمالية الفوضى حاضرة بحضور السلاح بين الطرفين يعني أنا لا أعتقد أن هناك إلى الآن إلى حد هذه اللحظة ليس هناك ميول لمواجهة الطرفين عبر ميليشياتهم هم يصعدون مرة بالتظاهر ومرة بالطعم بنتاج الانتخابات ومرة بشكوك التزوير لكن الأطراف التي لديها قوة الرجع تتجنبها هذه الميليشيات خاصة وأنها اختبرت مثلا التصعيد ضد القوات الأمريكية هناك قوة رجع ضدهم التيار الصدر ينتلك أيضا ميليشيات ولديه قوة رجع لكن الأطراف الأكثر ضعفا في المعادلة العراقية هم الأطراف المدنيين لذلك ما رأيناه في ديالا هو نوع من هذا التصعيد لكن تصعيد ليس هناك جهة مقابلة تحقق الرجع وبالتالي هم سيلجعون إلى الأطراف الضعيفة لاستهدافها وإثارة البلبلة أما خيارات مواجهة التيار الصدري أو من الممكن الصدام بينهما أعتقد هذا الأمر في المرحلة الراهنة مستبعد ناسو للأخير الآن سيد مجاهد يعني برأيك وبعيدا عن المحاصصة والتفاهمات هل ينجح الصدر في تشكيل حكومة بعيدا عن المحسوبية والفساد رغم دعاياته المستمرة وتصدير صورة بأن تياره هو التيار الإصلاحي بين أحزاب فاسدة طبعا هذه يعني جميع هذه يعني الشعارات ثوان بالإصلاح ومحاربة الفساد وحصر صلاح بيد الدولة ويعني تشكيل بيتو على شخصيات جميعها نوع من الضغوط التي يمارسها التيار الصدري فهو تيار سلطوي لكنه يهوى المعارضة ويمارس مع باقي الأحزاب المحاصصة والفساد وجميعها يعني على سبيل المثال ممارسة الفساد هناك وزراء فاسدين تابعين للتيار الصدري ومع تعلق بميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة هناك أيضا يعني ميليشيات تابعة للتيار وبالتالي المناصب والمكاسب التيار الصدري يحصل على أعلى المناصب والمكاسب من الدرجات الخاصة والمدراء العامون لذلك أنا لا أعتقد أن التيار الصدري لديه رغبة حقيقية بالإصلاح إنما هو رفع السخف من أجل الحصول على المكاسب والحصص التي تتناسب مع استحقاقهم والانتخابي الكاتب والبحثة السياسي مجاهد الطائي شكرا جزيلا لك